أبيب المصطفى نور على نور الخير بياني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي نور بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب فأعيت بلاغته البلغاء وأسكتت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل جل جلاله قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا والقائل جل جلاله طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلاء الرحمن على العرش استوى والقائل جل جلاله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله خير من تعلم القرآن وخير من علم القرآن وخير من قرأ القرآن القائل بأبي وأمي وروحي كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ما من نبي من الأنبياء إلا وأعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وأياتها الأخوات الفاضلات وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على شاشة قناتكم الطاهرة المباركة قناة الرحمة على طاعته أسأله جل وعلا أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه أحبتي في الله إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين أنقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون لا أتصور أن الوقت سيتسع لهذه الآية الأخيرة التي قرأتها الآن وهي الآية السابعة والعشرون من آيات صورة البقرة أيها الأحبة ما علاقة هذه الآية الكريمة بالآيات السابقة ما علاقة هذه الآية الكريمة بالآيات السابقة في صورة البقرة والجواب قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لما ذكر الله جل وعلا للمنافقين المثلين السابقين المثل النارية والمثل المائية وقد شرحت المثلين بالتفصيل في قول الله جل جلاله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون هذا هو المثل الناري وقد شرحته بالتفصيل أما المثل المائي فهو في قول الله جل وعلا أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين إلى آخر الآيات لما ضرب الله جل وعلا هذين المثلين للمنافقين تعجب المنافقون وقالوا كيف يضرب الله جل وعلا هذه الأمثال الله أجل من أن يضرب هذه الأمثال في القرآن وبدأ المنافقون حملة للطعن وللتشكيك في صدق النبوة وصدق محمد صلى الله عليه وسلم وقالوا بأن هذا من أعظم الأدلة على أن القرآن ليس من عند الله إنما هو من عند محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام وهذا هو ما بيناه في قول الله تبارك وتعالى حين رد على المنافقين وعلى المشركين الذين ادعوا بأن القرآن ليس منزلا من عند الله إنما أساطير الأولين اكتتبها أي اكتتبها محمد فهي تملع عليه بكرة وأصيلة بل واتهموه بأنه افتراه وتقوله فرد الله جل وعلا على المشركين وعلى المنافقين الذين وقعوا في نفاق الاعتقاد بعد ذلك وعلى أهل الضلالة وغيرهم وإلا فالخطاب ابتداء للكفار والمشركين في مكة فرد الله جل وعلا عليهم بقوله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين أقول قالوا لو كان هذا القرآن من عند الله ما ذكر الله فيه هذه الأمثلة التي يتلوها علينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هذا قول ابن عباس وعبد الله بن مسعود وغيرهم من الصحابة في تفسير قوله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها وقال قتاده بل سبب نزول الآية أنه لما ذكر الله تبارك وتعالى العنكبوت والذباب قال المشركون قال المشركون ما بال العنكبوت والذباب يذكران في القرآن ما بال العنكبوت والذباب يذكران في القرآن فنزل قول الله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها وفي رواية أخرى عن قتاده قال إن الله لا يستحي من الحق إن الله لا يستحي من الحق إن الله لا يستحي من الحق أن يذكر شيئا مما قل أو كثر لا يستحي الله تبارك وتعالى أن يذكر الحق سواء كان هذا الحق قليلا أو كثيرا وإن الله حين ذكر في كتابه العزيز الذبابة والعنكبوت قال أهل الضلالة أي من المنافقين قال أهل الضلالة أو حتى من الكافرين فكلهما في ضلال مبين قال أهل الضلالة ما أراد الله من ذكر هذا أي ما أراد الله من ذكر الذباب والعنكبوت فأنزل الله تعالى قوله إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها إلى آخر الآية وقال الربيع ابن أنس رحمه الله تعالى هذا مثل إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما هذا مثل ضربه الله تبارك وتعالى للدنيا هذا مثل ضربه الله تبارك وتعالى للدنيا فإن البعوضة تحيى ما جاعت فإذا شبعت وسمنت ماتت هذا معنى جديد قال الربيع ابن أنس هذا مثل ضربه الله جل وعلا للدنيا فإن البعوضة تحيى وتعيش ما جاعت فإن شبعت وامتلأت بطنها بامتصاص الدماء ماتت وهذا مثل لأولئك المنافقين الخبثاء لأنهم إذا امتلأوا من الدنيا ريا أخذهم الله تبارك وتعالى وقرأ الربيع ابن أنس قول الله عز وجل فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغته فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين هذا معنى آخر للآية الكريمة ولكن لا شك ولا ريب أن تفسير عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم هو الأولى بالسياق وهو الموافق للمعاني القرآنية السابقة وللآيات السابقة فلما ضرب الله جل وعلا المثلين السابقين للمنافقين أنكر المنافقون ذلك ممن وقعوا في نفاق الاعتقاد أنكروا هذين المثلين وبدأوا حملة طعن وتشكيك في القرآن الكريم وفي صدق النبوة وفي صدق النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا لو كان القرآن من عند الله ما ذكر الله فيه هذه الأمثال وبعضهم قال بعد ذلك الله أعظم وأجل من أن يذكر في القرآن الذبابة والعنكبوت وغير ذلك من هذه الحيوانات والحشرات الخسيسة الحقيرة فلو كان القرآن منزلا فعلا من عند الله جل وعلا ما ذكر الله فيه هذه الحشرات ولا هذه الحيوانات ولا ضرب فيه هذه الأمثلة وظن الأهل الضلال أنهم قد وجدوا فرصة سانحة للتشكيك وللطعن في القرآن الكريم وللطعن في نبوة محمد الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تبارك وتعالى قوله إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها وكأن المنافقين والمشركين اعترضوا على أن يضرب الله عز وجل المثل بالبعوضة وخلي بالك وستسمع الليلة عجبا لما اعترض المشركون والمنافقون أن يضرب الله عز وجل المثل بالبعوضة فما فوقها ولا وجاهة في اعتراضهم واستغرابهم لا وجاهة ولا قبول لإنكارهم واعتراضهم واستغرابهم لأن إحقاق الحق وإضاحة وإظهار الباطل وإدحاضه بأي طريقة من الطرق وبأي وسيلة من الوسائل أمر جميل مستحسن عند ذوي العقول في كل زمان وفي أي مكان ولكنهم اعترضوا مرة أخرى على هذا الجواب أي على قول الله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها كانهم اعترضوا مرة ثانية وسألوا عن الحكمة من وراء هذا المثل ما هي الحكمة التي ضرب الله من أجلها المثل فأجابهم الله تبارك وتعالى مبينا الحكمة في ضرب الأمثال في قوله عز وجل يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين وكأنهم اعترضوا مرة ثالثة وسألوا عن الحكمة من إضلال الضالين ما هي الحكمة من إضلال الضالين فأجابهم الله تبارك وتعالى مرة ثالثة يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد مثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون ملأ الله قلوبنا بجلاله وعظمته وهيبته والإيمان به وردنا جميعا إلى الحق ردا جميلا إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته راجلي للسياحة باقة من الخدمات المميزة سياحة داخلية وخارجية حجز تذاكر طيران رحلات عمرة واحد لو نفسك تروح شرم الشيخ الغرداء الساحل الشمال طابة أسوان لو بتحب السفر وعايز تلف دول كتير زي ماليسيا تركيا فرنسا وغيرها لو بتسافر كتير وعايز تسكر الطيران بسعر مناسب يبقى تراجلي للسياحة لو نفسك تسوم رمضان وتصلي الترويح في مكة المكرمة والمدينة تبقى العمرة مع تراجلي للسياحة لو عايز تأدل فرض اللي عليك في رحلة حج ما تنسهاش طول عمرك يبقى مع تراجلي للسياحة خير رفيق لك بجوار خير الجهر تراجلي للسياحة تراجلي تراجلي للسياحة تراجلي تراجلي للسياحة اشتركوا في القناة